السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمري لله صاحب عليك مش كل الحوادث اللي بنحكيها من الخيال ولا مجرد حكاية بيحكوها لنا وإحنا عيال في حدودة مهمة عندي ولازم تتحكى حكاية كل يوم وحكاية كل الأجيال كلية يوم صاحب معايا دايما كتف فكتف كنت أما بتعب يوم ما بيسيبنيش غير لما خفت ظهرهم لازم ظهري سواء في الجد أو الهزار عمري ملائي زيه تاني مهما دور وألف من وإحنا صغيرين وإحنا لسه في المدرسة كان قلبنا على قلب بعض تشوفنا تقول واحد عشنا حاجات كتير عمرها فيهم ما تتنسى كان يدخل معايا أي حكاية بقلب جامد مجرد وجوده معايا يحسسني بالأمان يا ما شلني في عز قزمتي وعني عالزمان فعز العركة يطلعني منها ويتصدر هو مراهن عليك يا صاحبي ودايما بكسب الرهان مهما الأيام بتبعدنا وتاخدنا عمري ما بنساك فاكر كل موقف دينا كل ذكرى عشتها معاك وعدت الأيام معاك يوم بعد يوم بنكبر يا صاحبنا وإنت عمالين نقع ونقوم عاديم مع بعض كتير أكتر ما بنقعد في بيتنا لعب كورة بلاي ستيشن هو ده إسلوب حياتنا وتيجي اللي امتحنات نقعد مع بعض نذاكر ونهزر ونتحق وفضل أقولك أنا مش فاكر تبص بخباسة وحب تقولي تعالى فهمك ما انتهت لعمرك يا صاحبي جدع واعي وشاطر وأنا مبسوط فرحيتك انت كتر من فرحتي ولما بكون زعلان تزعل وجعي وعلتي ما يهداش بالك هير لما توصل وتجيب الحل وتخرجني متعافي من مشكلتي وقزمتي يا ما نفسي ترجع بين الأيام نرجع للي فات كنت هختارك بردو تبقى صاحب انت بالذات هو العمر في كم سنة عشان ألاقي زيك حب وعشرة طيبة صحاب أكتر من الإخوات مهما الأيام بتبعدنا وتاخدنا عمري ما بنساك فاكر كل موقف بنا كل ذكرى عشتها معاك الحياة مش دايما مردي وهي قد طبعة البشر دخل بنا الشيطان فضلي وسوس وانتشر ومن الغباء ان الإنسان يسلم نفسه لي ويخليه على اثنين صحاب يقدر ينتصر عدت أيام وسنين وفرقتنا الدنيا كل واحد خد طريقه راح في حتة تانية أنا عشت وانت عشت لكن نسينا حاجة إن اللي بينا مكانش قليل وإنه وضيع في ثانية أخدت درس عمري لما بعدت عمك حسيت إن لوحدي عود ضعيف محتاج لدهرك يا صحبي كنت سند وتد بس ندعليه ومهما تكلم عنك حقول إيه ولا إيه وقبل ما قولت وتت وتت خلصت الحكاية مهما أحكي في مواقف بينا برضو مش كفاية عايزك فاكرني وتبقى جنبي عالة قول يا صحبي إنت اللي حتشلي وتدعيلي في لحظة النهاية مهما الأيام بتبعدنا وتاخدنا عمري ما دنساك فاكر كل موقف بينا كل ذكرى عشتها معاك اشتركوا في القناة